اكد معالي الشيخ سلمان من عبدالله بن حمد الخليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس دارة مؤسسة التنظيم العقاري على ما تشهده مملكة البحرين من تقدم في مختلف مسارات التنمية بما عزز تنامي قطاع العقارات وتعزيز دوره كأحد القطاعات ذات الإسهام الفاعل في المسيلة التنموية الشاملة بقيادة جلالة ملك البلاد المعطم وأشار معاليه إلى أن رعاية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لمعرض ستيسكيب البحرين 2022 الذي سيتم افتتاحه يوم غد الثلاثاء أعطت المعرض زخما كبيرا وحفزت العديد من الشركات للمشاركة في هذا المعرض وأضاف معاليه أن الشركات المشاركة في المعرض والمستثمرين ستتاح لهم الفرصة للاطلاع على ما تمتلكه البحرين من بنية تحتية مؤهلة لإقامة مختلف المشاريع العقارية وما تمتلكه من أنظمة وتشريعات محفزة وإجراءات ميسرة للمستثمرين في مختلف القطاعات وأشار معالي رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري إلى الأهمية التي تكتسبها النسخة الأولى من معرض ستيسكيب البحرين والتي ستقام في مركز البحرين الدولي للمعارض لافتا إلى ما يحتويه المركز من مرافق متكاملة ومجهزة بأحدث الوسائل والتقنيات حيث يعكس هذا المركز العالمي صورة متقدمة للبنية التحتية التي يمكن توظيفها في عملية التسويق والدعاية واستقطاب الزائرين ترجمة نانسي قنقر